بص اديني من وقتك عشر ثواني بس انا عاوز اسألك سؤال مهم جدا تخيل ان انت بتحفظ فعل واحد بس والفعل دوت ليه اكتر من عشر معاني مختلفة ايه اللي هيحصل لما عليك? الا باقة بتاعتك هتتطور جدا لانك هتقدر تستخدم الفعل ده في عشر مواقف مختلفة وكل اللي عملته انك حفزت فعل واحد بس وده هدف السلسلة بتاعة الافعال ومعانيها المختلفة في اللغة الانجليزية ومعانا النهاردة فعل جديد وهو run وحنحفظ له اهم تمن معاني في الانجليش النهاردة let's do it الفيديو ده مايفودكش اول معنى لrun ولكلنا عارفينه هو move fast and foot يعني تجري بسرعة على رجلك example او مثال يعني انا بجري عشرة كيلو كل اسبوع تاني معنى الrun ومعنى مهمة جدا هو manage يعني تدير تدير شيء او تدير شركة او تدير مصنع او تدير مطعم example I run my company from home I run my company from home انا بقدير شركتي من البيت تالت معنى معانا لrun هو provide يعني تزود تزود خدمة او تقدم خدمة مثال we run courses all the year round احنا بنقدم كورسات طول السنة تسويق غير مباشر رابع معنى معانا لrun هو take place or happen يعني شيء بيحدث مثال it's raining but the match will run in time يعني الدنيا بتمطر لكن مع ذلك المتش او المباراة حتحدث في الوقت بتاعها خامس معنى معانا لrun وده من المعاني المهمة جدا هو function or operate يعني شيء بيعمل او شيء بيشتغل اوكي وعشان المعنى ده مهم فانا حديك اربع امثلة اول مثال معانا لما حب اقول لواحد هي عربيتك شغالة is your car still running is your car still running او بسأل واحد مثلا صاحبي عنده محل بقول له هو انت لسه المحل بتاعك شغال is your shop still running is your shop still running او مثلا لو عاوز اقول لواحد شغل المحرك بتاع بتاعك بسوى محرك الصغارة او اي حاجة تانية هقول له run the engine run the engine اخر مثال معانا لو عاوز اقول له واحد ان انا بيتي بيعمل بالطاقة النظيفة هقول له my house runs on clean energy my house runs on clean energy يبقى run هنا بمعنى يشتغل او يعمل بنستخدمها مع المكان والاجهزة عموما يعني سادس معنى لrun وده بنستخدمه كتير جدا مع الالوان هو يصبح او يبهت على شيء حديك مسألة عشان تفهم the color of my black t-shirt ran into the other t-shirts when I washed them together يعني اللون الاسود بهت على الوان التشيرتات التانية بتاعتي لما غسلتهم مع بعض سابع معنى معانا لrun ومستخدم بكثرة هو smuggle و smuggle يعني يهرب يعني هو بيهرب حشيش ويد يعني حشيش في الحدود او على الحدود عبر الحدود واخر معنى معانا النهاردة لrun هو become و become يعني يصبح مثال the river ran dry النهار اصبح جاف the river ran dry عندنا كمان مثال تاني زي the time is running short the time is running short the time is running short الوقت اصبح او بيصبح ضيق the time is running short the time is running short دلوقتي معاك تمن معاني مهمة جدا لrun تقدر تستخدمهم في تمن مواقف مختلفة عن بعض وكل اللي عملته انك حفصت فعل واحد بس اتمنى يكون الفيديو والسلسلة بتاعة الافعال ومعانيها عجبتكم لو عاوزنا نوصل لعدد اكبر please share and like thank you we goodbye